أتاحت معركة القصيرة وصل من قطع لأوتوسترات حمص الدولي والذي بات تحت سيطرة الجيش السوري بشكل كامل كاميرا الأنبياء جالت فيه واصطلعت أهميته الاستراتيجية هذا هو بيت القصيد أوتوسترات حمص دمشق تدمر تارتوس من هنا الحدود اللبنانية السورية باتجاه الهرمل ومن هنا الحدود اللبنانية السورية باتجاه هرسال ما يؤكد أن معركة القصير كانت معركة أوتوسترات فمن يسيطر على هذا الخط الدولي يسيطر على أهم نقطة إمداد ونقطة ربط ووصل وتواصل بين المحافظات إذا أردت أن تقطع الجسم أضرب الوسط والوسط هنا هو أوتوسترات حمص دمشق لبنان أو ما يعرف بأوتوسترات المنطقة الوسطى كان الاسترات هنا مقطوع بشكل كامل ولكن يمكن نزول على القصير بالكامل كان مجموعات مسلحة بشكل دائم تقطع الطريق من وين كانوا يجوا؟ كانوا يجوا من القصير ومن آبل وفي قرى البيضة الشرقية وقرى الضبعة ودمين الشرقية يعني من المعاقل المعاقل اللي كانوا موجودين؟ من معاقل المسلحين اللي كانوا موجودين فيها كان يطلعوا على الطرقات ويقطعوا بشكل كامل كان عندهم سيطرة عليه ولا بس كان عندهم عمليات؟ عمليات مثل ينزلوا لساعة أو ربع ساعة يقطعوا الطريق لوقت قصير ويطلعوا كانوا يستهدفوا العربات الجيش بشكل كامل على الطريق كانوا السيارات المدنية يستهدفوا بشكل بمنطقة الحمرة ومنطقة الضبعة عندما بدأت معركة القصير انكشف المخطط وانشدت العيون إلى الأوتوستراد الدولي الذي يربط العاصمة بالساحل السوري فلبنان العراق الأردن وفلسطين من هنا نفهم لماذا تجمعت في القصير كل عناصر القوة والبشر والسلاحة ولماذا نزل العالم بأسره إلى هذه النقطة بالتحديد التي شكلت بداية أحباط المؤامرة لازمنا نتقدم على أوتوستراد حمص ومع كل تقدم نقطع المفاصل الرئيسية التي توصل إلى كل المحافظات الرئيسية ضمن القطر العربي السوري من هنا محافظة حمى ترتوس حمص تدمر وأيضا هناك نقطة وصل بين اللاذقية والساحل السوري وأيضا باتجاه حلب حلب حمى اللاذقية ترتوس كل هذا يعزز ويؤكد هذه الأهمية القصوى الاستراتيجية وهذا الأوتوستراد التي دارت فيه للأخذ أو للإحكام عليه أقصى المعارك من أجل السيطرة عليه وكانت معركة القصير هي أهم المعارك للمسك بهذا الأوتوستراد من الجنوب باتجاه الشمال وأيضا يربط الغرب بالشرق أتوستراد حمص الدولي بات آمنا اليوم والجيش السوري يسيطر على كل مفاصله بعدما انكفأ المسلحون إلى بعض أحياء المدينة عادت الحياة إليه تدريجيا كما عاد ليشكل معبر الترانزيت الاقتصادي والتجاري الأول عيسام محمد ليندا مشلب NBN